قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجرت 972 منزلا في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة في العام 2014 وقالت الشبكة اليمنية في بيان إن الميليشيات الحوثية ومنذ انقلابها تواصل سلوكها الإرهابي في تفجير منازل المعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية في انتهاك جاسم لحقوق الإنسان واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي وأكدت الشبكة أن دوافع الميليشية في تفجير منازل الخصوم يعود إلى نهجها الإجرامي المتأصل الذي يعتبر التفجير وسيلة للانتقام من الخصوم وتخفيف وترهيب الآخرين فضلا عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي وطلبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود التهدئة وتندد بل تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية